موسيقى رئيس الوزراء يتابع حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال شهر يونيو الامم المتحدة تتعهد بمواصلة العمل لتمديد اتفاق تصدير الحبوب والاسمدة وزيرة الخزانة الامريكية تؤكد ضرورة المنافسة النزيهة مع الصين الثالثة مساء بتوقيت القاهرة الثانية عشر بتوقيت جرينيتش نشرة اخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى موسيقى أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرصت دولة على تكثيف العمل من أجل تيسير سبول تواصل المواطن مع الحكومة ومضاعفة الجهود المبذولة في تلقي أسباب شكاوى واستغاثات المواطنين ورصدها ومعالجتها وخلال متابعته حصاد الجهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر يونيو الماضي أشار مدبولي الأهمية التحقيق أفضل استجابات ممكنة لها بالتنصيق مع الجهات المعنية لتوطيد جثور السقة بين الحكومة والمواطن ويأتي ذلك فيما استقبلت منظومة الشكاوى الحكومية 108 ألاف شكاوى واستغاثة خلال شهر يونيو الماضي مع توجيه 86 ألف شكاوى لجهة الاختصاص المختلفة والمرتبطة بالمنظومة إلكترونيا وحفظي 17 ألف شكاوى بحثت مصر ولبنان سبل وأليات دفع التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الزراعية وخلال اجتماع انضم وزيري الزراع للبلدين تم بحث التكامل الزراعي بين البلدين والتعامل في مجال الصادرات الزراعية وإزالة أي معقات أمام تسهيل حركة التبادل الزراعي هذا فضلا عن بحث آلية تقديم الدعم والخبرة المصرية في مجال الاستزراع السمكي للأشقاء في لبنان قال المتحدث باسم الأمين التنفيذي لمنظمة إيجان للتنمية بشرق إفريقيا نور محمود شيخ إنه من المقرر عقد جلسة لرؤساء دول وحكومات الألية الرباعية المعنية بالسودان في أديسة بابا الاثنين المقبل وقال مسؤول بالمنظمة إنه تم توجيه الدعوة لكل من رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو وأفاد مصدر بالخارجي السوداني أن البرهان قد اعتذر عن حضور الاجتماع يعاني القطاع الصحي في السودان من مشكلات عديدة بسبب الحرب الدائرة في البلاد حتى أصبح على شفى الانهيار التام وفي ظل استمرار الاشتباكات المسلحة في السودان يواصل عدد محدود من المستشفيات العمل رغم النقص في الكوادر والمعدات والمستلزمات الطبية بات النظام الطبي في منطقة العاصمة الكبرى للسودان على واشك الانهيار فعشرون بالمئة فقط من المنشآت الطبية تعمل بالكاد وسط اشتباكات مسلحة مستمرة بين الطرفي الأزمة منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر مستشفى النو هي الأخيرة والوحيدة التي تعمل في أمدرمان التي يسكن فيها أكثر من مليون نسمة وهنا في النو يعتمد العاملون بشكل أساسي على مولداتهم الخاصة لأن المدينة لا توفر سوى بضع ساعات من إندادات الطاقة والمياه كل يوم ويويه المستشفى تحدي آخر هو عدم كفاية الطاقم الطبي حيث علق العديد منهم في منازلهم بسبب تعطل وسائل النقل العام بينما فر آخرون من أعمال العنف علاوة على ذلك يعاني المستشفى أيضا من نقص الإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية حيث تتعطل عمليات الولادة وغيرها من الخدمات الطبية كثيرا نحن صراحة الموقف عندنا في العيادة ما هو بشر خالص كل الأدوية اللي عندنا على وشك إنها أخلص وبالكثير يعني تكفلانا ستة خمسة مرضى وعيادتنا مهددة بإنها تجيف وتشكل استطالة مدة القتال مخاطر جمة على أصحاب الأمراض المزمنة والكلا والأورام وعمليات تحصين الأطفال والطوارئ والأوبئة التي يتوقع أن تكون في تزايد كبير مع استمرار الأزمة وصلت الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهود تقديم الخدمات المختلفة للوافدين القادمين من السودان جراء تداعيات الأزمة الحالية عبر المعابر البرية في أرقين وقسطل ومستشفى أبو سنبل الدولي بجانب الموقف الدولي بكاركر هذا ويستمر توافد الفارين من العمليات العسكرية في السودان إلى مصر عبر معبري أرقين وقسطل الحدوديين وللمزيد معنا من أمام ميناء أبو سنبل مراسلة الفيزيون المصري باسم أبو العنين باسم بعد التحية ضعنا في الصورة لديك تحياتي لك من مدينة أبو سنبل السياحية في أقصى جنوب جمهورية مصر العربية وبالقرب من الميناء النهرية هنا في أبو سنبل على بعد كيلومترات قليلة تبعدنا عن ميناء أو معبر قسطل البرية لا يزال يتوافد الأشقاء الفارين من السودان إلى جمهورية مصر العربية بعد دخول المحنة السودانية إلى شهرها الثالث رغم أن الأعداد في بداية الأزمة كانت تقدر بالألاف يوميا من العابرين من السودانيين ومن الجنسيات الأخرى والتي تقلصت لتقدر بالمئات في الشهر الثاني والآن تقدر الأعداد العابرة بالعشرات أو أقل من العشرات نظرا لتقريبا من مر مر ومن عبر عبر ولكن على الناحية المصرية فإن الدولة المصرية تترقب عن كثب بكل طارق قد يطرأ على الناحية الأخرى ووضع الاعتبارات الملائمة والاستعدادات المناسبة لإحتواء أي طارق قد يحدث في أي وقت المعابر تعمل بكافة طاقتها وكافة الخدمات التي تقدمها الدولة المصرية الطبية واللوجستية والغذائية تعمل بدون بقواتها الأساسية منذ أول يوم لاندلاع الأزمة اللافت في النظر أن العابر من السودان إلى مصر بعد قطع لهذه المسافة الطويلة من الخرطوم وحتى وصول إلى ودي حلفة ومن حلفة إلى قسطل أو أرقين يستقبله قبل أن تستقبله الأطقم الطبية يستقبله الأخصائيون النفسيون الذين يتعملون معه على أنه قادم بالبلدين فيها صراع مسلح وفيها حرب ويحاولون أن يخرجونه من الحالة النفسية السيئة التي قد مر بها وظروف الصعب الصعب التي مر بها تقديم الخدمات النفسية مقدر بشكل كبير من السودانيين والعابرون جميعا أشادوا بالجهود المصرية بعد ذلك تتلقفه أياد الأطقم الطبية والتي تقدم الدعم الطبي لكافة العابرين وتقوم بالكشف الطبي عليهم والحالات التي سواء من كبار السن أو الأطفال التي تستدعي تدخل طبي عاجل فإنها لا تنتظر تأشيرة ولا تنتظر قوائم انتظار ولا أي شيء بل تنتقل من خلال الإسعاف مباشرة إلى المستشفيات المعنية في أصوان لتضع الدولة المصرية صحة المواطنين القادمين إليها على رأس الأولوية القصوى للدولة المصرية خاصة وأن هناك في ظل استمرار الاشتباكات المسلحة في السودان هناك نقص حد في المستلزمات الطبية وأيضا في المستشفيات وفي الكوادر باسم أبو العينين مراسل التلفزيون المصري من ميناء أبو سنبل شكرا جزيلا لك أعلنت الأمم المتحدة رفضها التراجع عن إدانتها العدوان الإسرائيلية على مخيم جنان للاجئين الفلسطينيين يأتي هذا على خلفية مطالبة المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة الأمين العام أنتوني جوتيريش بالتراجع عن إدانة استخدام قوات الاحتلال الإسرائيل مفرط للقوة في أكبر عدوان عسكرية على مخيم جنان منذ عقدين طالب ممثلا للتحاد الأوروبي في فلسطين لسلطات الإسرائيلية بالامتناعي بشكل مباشر وواضح عن إجراء أو عمل يدور بالمدنيين الفلسطينيين وخلال تفقده وثلاثين دبلوماسيا آخرين أثر الضمار في مخيم جنان الناجم عن العدوان الإسرائيلي الأخير حتى ممثل الاتحاد الأوروبي سلطات الإسرائيلية على احترام القانون الدولي خلال العمليات العسكرية مع القيام بالتحقيق بشكل علني في تجاوزات المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين يعقد مجلس نواب الليبي جلسة يوم الاثنين المقبل بمقر المجلس بمدينة بنغازي لمناقشة مقترح اللجنة المشترقة 6 زائد 6 لأعداد قانوني الانتخابات الرئاسية ونيابية في اللسيق ذاته يعقد المجلس الأعلى للدولة في اليوم جلسة لمناقشة مقترح خارطة الطريق للوصول إلى إجراء الانتخابات اشتركوا في القناة يصوت مجلس الأمن الدولي الاثنين المقبل على تمديد تسليم المساعدات من تركيا إلى شمال غرب سوريا عبر معبر باب الهواء بمقتدى قرار برعاية البرازيل وسويسرا يدعو إلى تمديد المساعدات اثناء شهرا وقرار روسي منافس يقصر التقديد على 6 أشهر فقط وينتهي في العاشر من الشهر الجاري بتفويد منحة مجلس الأمن لمدة 6 أشهر العمل بألية إدخال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا وكانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريقي قد حثت المجتمع الدولي على التجديد وتمديد إصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا قبل العاشر من يوليو الجاري زار الرئيس الأوكراني فلادمار زلانسكي جزيرة الثعبان في البحر الأسود مع دخول الأزمة يومها الخمسمائة وتعد جزيرة الثعبان الصغيرة منطقة استراتيجية في البحر الأسود قد تسمح بتشكيل تهديد على تقدم قوات روسية في أوكرانيا خمسمائة يوم مرت على الأزمة الروسية الأوكرانية والمحصلة مخيبة للآمال في انتهائها وذلك وسط حالة جمود سياسي شديد تدعمه موسكو وكييف من خلال تصريحات حادة تنهي كل محاولات إيجاد حل للأزمة حتى قبل استئناف المحادثات وهو ما طلبت به مبادرات دولية عدة لم تجد طريقها نحو النجاح وبينما أشار مسؤولون بالأم المتحدة إلى ارتفاع أعداد الضحايا في أوكرانيا بشكل غير قابل للإحصاء بسبب ظروف الحرب قالت بعثة الأم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا في بيان إن الحرب أسفرت عن مقتل أكثر من تسعة آلاف مدني بينهم خمسمائة طفل على الصعيد الميداني تبدو الأمور معلقة حيث لم تحقق روسيا أهدافها المرجوة من عملياتها العسكرية في أوكرانيا ولكنها تحتفظ بسيطرتها على مناطق واسعة من شرق وجنوب أوكرانيا التي اتقت حكومتها هجوما مضادا في يونيو الماضي يسير بوتيرة أبطأ من المتوقع بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع الأمريكية وأمضت الولايات المتحدة وحلفاء آخرون شهورا في دعم كييف بالأسلحة المتنوعة وتدريب القوات الأوكرانية لمساعدتها على اختراق الدفاعات الروسية خلال هجومها المضاد لكن روسيا أمضت شهورا أيضا في حفر مواقع دفاعية وتجشين تحصينات متقدمة ونشر ألغام أرضية حولها جعل التقدم أوكرانيا في الشرق والجنوب مهمة شبه مستحيلة حتى الآن مما دفع واشنطن إلى إعلان اعتزامها إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا بسبب نفاذ ذخيرة لدى الأوكرانيين وبالعودة إلى أهم أسباب اندلاع الحرب في أوكرانيا قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لا يعتقد بوجود إجماع في حلف شمال الأطلنطي بخصوص منح أوكرانيا عضوية الحلف العسكري في الوقت الراهن وعلى الرغم من أن الأمر يبدو منطقيا لعدم إمكانية ضم كييف مع استمرار الحرب الروسية إلا أن الرئيس الأوكراني فلودمير زيلينيسكي واصل انتقاده غياب موقف موحد بشأن انضمام بلاده إلى الناتو مشيرا إلى ما يمثله ذلك من خطر على قوة الحلف نفسه وعلى الأمن العالمي تفقد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو تدريبا للأفراد العسكريين للتشكيلات الجديدة في مراكز التدريب التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية وأوضحت وزارة الدفاع الروسي أن شويجو قام بفحص استعداد وتدريب بتواقم دبابات التين عن تين برو ريف بالإضافة إلى طريقة تدريب الجنود المتعاقدين في تنفيذ العمليات القتالية في ظروف وتدريس مختلفة مشيرة إلى إجراء جميع التدريبات على معددات عسكرية جديدة أعلنت أوكرانيا مقتل ستة أشخاص في مدينة ليمان شرقي البلاد إثر قصف صاروخي روسي وأوضح حكم منطقة دونتسيك بافلو كريلينكو أن القوات الروسية قصفت المدينة باستخدام قاذفات صواريخ متعددة نفل متحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف وجود موعد محدد حتى الآن بشأن لقاء الرئيس الروسي بلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردغان كان الرئيس التركي قد أعلن أمس أنه يتوقع زيارة الرئيس الروسي بلاديمير بوتين لتركيا في غسطس المقبل أعرب وزير الدفاع الأوكراني الأكسي ريزينكوف عن شكره للولايات المتحدة الأمريكية على إعلان اعتزامها تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية وأضف ريزينكوف أن أوكرانيا ستواصل الامتثال الصارم بكافة الاتفاقيات الإنسانية الدولية التي وقعتها وقامت بالمصادقة عليها مع الالتزام باستخدام الذخائر من أجل استعادة السيطرة على الأراضي الأوكرانية من أيدي القوات الروسية قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفدف إن دول حلف شمال الأطلنطية الناتو تواصل تعزيز قدرات كيفية أو كيف القتالية بكل الوسائل الممكنة مشددا على ضرورة تقييم جميع التهديدات المطروحة وتحديد الأسلحة المطلوبة لمواجهتها وأوضح مدفدف خلال اجتماع لمجلس الصناعات العسكرية الروسية أن دول الناتو تعزز قدرات كيف القتالية عبر تزويدها بوسائل تدمير حديثة وبعيدة المدى كما يدرسون عن كثب إمكانية تزويد كيف بمقاتلات F-16 الأمريكية وغيرها من المقاتلات وأكد مدفدف أن الوضع خطر منوها بضرورة تقييم جميع المخاطر المحتملة والتهديدات وتحديد أنواع وكميات الأسلحة المطلوبة في المستقبل القريب أكد الرئيس البولندي أندريا دودا أن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلنطي نايتو من شأنها أن تعزز القوى العسكرية للحلف جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده دودا مع نظره للتواني جيا تيناس نوسيدا في مدينة كلاييدا حيث أعرب الرئيس البولندي عن أمله في أن يتم اتخاذ قرار خلال قمة نايتو المرتقبة عقدها في مدينة فيلينيوس عاصمة لتوانيا الثلاثاء والأربعاء المقبلين بشأن مزيد من الدعم لأوكرانيا خلال مواجهتها للعمليات العسكرية الروسية تعهدت الأمم المتحدة بمواصلة العمل من أجل تمديد اتفاق تصدير المواد الغذائية والأسمدة من أوكرانيا وروسيا وحثت الأمم المتحدة البلدين على أعطاء الأمن الغذائي العالمي الأولوية مع المساعدة في ضمان وصول المنتجات للأسواق العالمية بسلاسة وكفاءة على نطاق واسع أيام تفصيلنا عن انتهاء الاتفاق الأممي حول تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود والذي ينتهي أمده في السبع عشر من يوليو الجاري روسيا لا تزال تعلق موفقتها على تمديد الاتفاق بسبب عقبات تعترض صادراتها من الحبوب والأسمدة موسكو وعلى لسان المتحدث باسم الكرملن ديمتري بيسكوف كان قد أعلن أن بلاده ستعلن موقفها من قرار التمديد في الوقت المناسب قائلا إن الغرب لا يزال لديه الوقت لمعالجة المشكلات التي أعلنت عنها روسيا وزادت المخاوف المرتبطة بالاتفاقية بعدما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشار الماضي إنه يفكر في الانسحاب من الاتفاقية وسبق أن هددت موسكو مرات عدة بالانسحاب من هذه الاتفاقية التي توتيح مرورا آمنا للحبوب الأوكرانية المصدرة عبر البحر الأسود وذلك بدعوى أن بعض البنود الخاصة بتصدير الأسمد الروسية لم يتم احترامها رغم التزامات الأمم المتحدة المتعاقبة في غضون ذلك أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو أن الأسعار العالمية للحبوب والزيود تواصل تراجعها في يونيو لكن أسعار السلع الغذائية ما زالت مرتفعة جدا في الأسواق الداخلية للدول الأفقر هذا ومن المتوقع أن يتراجع إنتاج الحبوب في الدول الأربع والأربعين ذات الدخل المنخفض والتي تعاني من عجز غذائي ما سيزيد من حاجاتها للاستيراد قال دمتري بوليانسكي نائب منذوب روسيا لدى الأمم المتحدة إن بلاده طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 11 يوليو ألغاري لبحث التفجيرات التي استهدفت طيخة أنبيب الغاز نورد ستريم في سبتمبر الماضي وأضاف أبو ليانسكي أن موسكو ستدعو اثنين من المتحدثين المحايدين لحضور الاجتماع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانت يالن على ضرورة تنافس الولايات المتحدة والصين أكبر اقتصادين في العالم في إطار من النزاهة والتواصل على نحو مستمر لتجنب سوء التفاهم وأضاف تيالن خلال اجتماعيها مع رئيس مجلس الدولة في بكين أن المستوى القياسي الذي سجلته التجارة الثنائية بين البلدين العام الماضي على الرغم من التغطرات أظهر وجود فرصة كبيرة أمام الشركات بالبلدين للتعاون في التجارة والاستثمار أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانت يالن أن التعاون بين الصين والولايات المتحدة ضروري لتمويل مكافحة التغير المناخي جاء ذلك خلال زياراتها لبكين ومشاركتها في طاولة مستديرة بحضور خبراء وقالت يالن أن التغير المناخي هو الرقم واحد في لائحة التحديات العالمية ويجب على الولايات المتحدة والصين العمل معا لمواجهة هذا التهديد الوجودي قالت وزارة العمل الأمريكية في تقرير الوظائف إن الاقتصاد الأكبر في العالم موفر في يونيو أقل عدد من الوظائف خلال سنتين ونصف السنة هذا وأظهر التقرير أيضا أن عدد الوظائف التي جرى توفيرها في أبريل ومايو أقل من العدد الوارد بتقرير سابقة بمقدار 110 ألاف وظيفة هذا وقد هبطت دولار الأمريكي في التدولات بعدما أسهمت إشارات على تراجع قوة سوق العمل الأمريكية لخفض التوقعات بالنسبة للمدة التي سيبقي فيها مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرتفعة لكن الينا قفز بفضل مخاوف ارتفاع وائد السندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات فوق أربعة بالمئة أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوية يتعب أن الطلب على الشحن الجوي تراجع في شهر مايو الماضي بنسبة 2.4% بقارة إفريقيا وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2022 وأوضح الاتحاد أن الشحن الجوي لشهر مايو 2023 في قارة إفريقيا تراجع أيضا بنسبة 9 من 10% مقارنة بشهر إبريل من العام نفسه وأرجع تقرير إيئة هذا الانخفاض في حركة الشحن الجوي إلى تباطئ حركة التجارة بين قارتي إفريقيا وأسيا مضيفا أن نمو التدفقات التجارية بين الجانبين انخفضا من 18.5% في إبريل 2023 ليصل إلى 11% في مايو من العام نفسه أعلن البيت الأبيض عن جولة للرئيس الأمريكي جو بايدن تشمل عدة دول على هامشي قمة حلف الناتو بالعاصمة الليتوانية هذا ومن المتوقع أن يناقش بايدن الإجراءات اللازمة لانضمام أوكرانيا وسويد لناتو مع قادة الحلف المجتمعين في فيلينيوس جولة للرئيس الأمريكي جو بايدن تشمل عدة دول على هامشي قمة حلف الناتو في العاصمة الليتوانية المحطة الأولى فيها هي لندن سيلتقي خلالها بايدن برئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والملك تشارلز الثالث حيث ستأتي قضايا المناخ في صدارة الأجندة وفي محطة فيلينيوس حيث يكتمع قادة الناتو سيناقش بايدن وبقية الأعضاء بحسب البيت الأبيض الإجراءات التي على أوكرانيا أن تتخذها للانضمام إلى الحلف ووفقا لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان فإنه لن يتم التصويت على ضم أوكرانيا للحلف خلال القمة التي توقت في فيلينيوس لكنه شجع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينيسكي على الحضور لمناقشة الأمر كما تتصدر السويد جدول أعمال بايدن في فيلينيوس وتعرقل تركيا ضمام السويد إلى الحلف على خلفية دعم الأخيرة لما تقول تركيا إنه جماعات إرهابية إلا أن الرئيس الأمريكي سيناقش هذه المسألة مع نظيره أردوغان على هامش القمة ختام جولته ستكون فيه لسنكي للإشادة من ضمام فنلندا إلى الحلف أكدت السفارة الروسية في الولايات المتحدة أن واشنطن تحول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أداة خاصة بها ضد الدول غير المرغوب فيها وعضحت السفارة الروسية أن واشنطن تحاول اتهام روسيا بحيازة مخزون غير معلن من الأسلحة الكيميائية مشيرة إلى أتمام موسكو عملية التدمير الكامل والمبكر لترسانتها من الأسلحة الكيميائية الروسية عام 2017 أعربت فرنسا عن أعتراضها على تصريحات للجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة نددت بالاستخدام المفرط للقوة وذلك من سلطة إنفاذ القانون خلال أعمال الشغب الأخيرة ووصفت فرنسا تصريحة اللجنة بأنها مبالغة فيها ولا أساس لها وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أن باريس تحضر أي إجراء للتنميط العرقي خلال تعامل قوات الأمن مشيرة إلى تكتف إجراءات البلاد لمكافحة تجاوزات التطقيق الأمنية منع القضاء الفرنسي مسيرة كانت من المقرر تنظيمها في باريس ضد عنف الشرطة وكان من المقرر تنظيم المظاهرة إحياء لذكر وفاة شاب يدعى أداما تراوري سقط في باحة ثكنة بيرسان شمال باريس بعد توقيفه من قبل الشرطة الفرنسية على إثر مطاردة وذلك في التاسع عشر من شهر يوليو 2016 ذكرت لجنة الانتخابات الوطنية في هولندا أن الانتخابات العامة الجديدة بعد استقالة الحكومة لن يتم إجراءها قبل منتصف نوفمبر وقدمت الحكومة الاتلافية بقيادة رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا استقالتها بعد إخفاقها في التوصل إلى اتفاق حول فرض قيود للحد من تضفق للمهاجرين أعلنت للصين إرسال ثلاث عشر طائرة وست سفن إلى المجال الجوي والمياه حول تايوان وذلك خلال 24 ساعة يأتي هذا في وقت تجري في وزيرة الخزانة الأمريكية جانت يالن زيارة إلى بكين بهدف إصلاح العلاقات المتوترة بين البلدين يلطقي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الدرية رفايل جراسي مع وزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين ومسؤول كبير في مجال سلامة نووية وتأتي زيارة جراسي بهدف طمأنة سول حيل خطة اليابان لتصريف المياه المعالجة من الإشعاع من محطة فوكوشيما التي ضربتها موجات توسونامي وذكرت توسائل أعلام محلية بكوريا الجنوبية أن محتاجين كانوا في استقباله لدى وصوله إلى مطار جانبو في سول أحيط اليابان اليوم الذكرى السنوية الأولى لاغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو أبي بالرصاص عندما كان يلقي كلمة في حدث انتخابي على يد رجل غاضب من صلطه بكنيسة التوحيد الكوريا الجنوبية انضم رئيس الوزراء فوميو كيشيدا وغيره من كبار المسؤولين والمشرعين إلى أرملة أبي في حفلة تأبين خاص أقيمة في معبد بوذي في توكيو ويذكر لأبي اتباعه سياسات اقتصادية شملت التيسير النقدي القوي والتحفيز المالي وإلغاء الضوابط التنظيمية كان أبي يدافع أيضا عن سياسة دفاعية صارمة تسببت في زيادة الانفاق العسكري وتعديل دستور اليابان السلمي للسماح بإرسال القوات اليابانية في مهام قتالية خارج البلاد وذلك للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية رحبت المفوضية الأوروبية بالتفاق تم تواصل إليه في المنظمة البحرية الدولية لمراجعة استراتيجيتها لعام 2018 بشأن الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارية صادرة من السفن وأكدت المفوضية أن الاتفاقية تعد على مفارق لخفض البصمة الكربونية للنقل البحري الدولي وضمان مساهمة تقطع الشحن بشكل عادل في تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخة بما يتناسب مع حصته البالغة 3% من انبعاثاته العالمية مضيفة الآن وقد تم تواصل إلى الاتفاق من المهم البدء في التنفيذ في أقرب وقت ممكن على أرض الواقع تسببت عوام العدة في نفوق آلاف الأسماك وعثر على أكوام من سمك المبروك الفضي هامدة على ضفاف نهر العز بالعراق صنفت الأول المتحدة العراق من بين الدول الخمس الأكثر تعرضا لتأثيرات تغير المناخ والتصحر في العالم تأتي في المرتبة التاسع وثلاثين بقائمة الدول التي تعاني من شح مائي مخاطر التغيرات المناخية طالت الطبيعة والكائنات الحية وتسببت في التدهر البيئي في العراق تسببت عوام العدة في نفوق آلاف الأسماك وعثر على أكوام من المبروك الفضي هامدة على ضفاف نهر العز هذا الإسبوع صدم الصيادون في محافظة ميسان جنوب العراق عندما اكتشفوا نفوق مئات الأطنان من سمك المبروك فجأة في النهر الذي كان مصدر دخل لسكان المنطقة وعليه شكلت الحكومة العراقية لجنة للتحقيق لمعرفة سبب نفوق هذه الأسماك بعد نفوق كميات من الأسماك الموجودة في هذه القناة الأسباب الواردة إلينا بأنه نتيجة انحسار كميات المياه وقلة الإطلاقات المائية عبر نهر عبر ناحية الخير بالتالي أدى إلى التزاحم بين الأسماك والكائنات الحية الموجودة في النهر هذا أما أدى إلى انخفاض نسب الأكسجين المذاب في المياه حيث وصلت نسب الأكسجين إلى 0.5 خلال السنوات القليلة الماضية أدى الجفاف وغياب الأمطار إلى انخفاض كبير في منسوب المياه في نهري ديجلا والفرات بالإضافة إلى انخفاض منسوب المياه المتضفقة من الدول المجاورة للعراق كما أن تلوث المياه تسبب في مشكلة رئيسية في جميع أنحاء العراق في الأشهر الماضية وبحسب الأمم المتحدة فإن العراق من بين الدول الخمس الأكثر تعرضا لتأثيرات تغير المناخ والتصحر في العالم وتأتي في المرتبة التاسعة والثلاثين في قائمة الدول التي تعاني من شح مائي وهي تواجه تحديات متعددة تفاقمت بسبب تغير المناخ بما في ذلك موجات الحرارة الطويلة وفقدان الأراضي الخصبة والتملح وانتشار العواصف الترابية أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مصر تابعت بمزيد من الاهتمام نتائج الانتخابات الرئاسية بدولة سيراليون الشقيقة التي أصفرت عن فوز الرئيس جوليوس مادا بايو بفترة رئاسية ثانية وفي هذا الصدد أكد المتحدث الرئاسي أن مصر تتقدم بالتهنئة لرئيس سيراليون على إعادة انتخابه رئيسا لدولة سيراليون في أعقاب عملية انتخابية عكست مدى الواعي الذي يتحلى به الشعب السيراليوني الشقيق وتؤكد مساندتها لسيادته في استمرار العمل على تحقيق تطلعات وأمال الشعب السيراليوني وفي ضوء عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر وسيراليون قال المتحدث الرئاسي أن مصر تتطلع في هذا الصدد للتنصيق خلال الفترة المقبلة بشأن كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك لبلدين لدفع ما صار العلاقات الثنائية قدما في مختلف المجالات استقبلت أكاديمية الشرطة عدد من الشباب المشاركين بمنحة ناصر للقيادة الدولية يأتي هذا للتعرف على إمكانات الأكاديمية ودورها في إعداد الكوادر الأمنية الوطنية وإسهماتها الفعالة في إعداد الكوادر الأمنية على المستويين الإقليمي والدولي استقبلت أكاديمية الشرطة نخبة من الشباب والفتيات المشاركين ببرنامج منحة ناصر للقيادة الدولية الدفع الرابعة تحت شعار شباب عدم الانحياز وتفعيل تعاون الجنوب والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة برعاية رئيس الجمهورية انطلاقا من دور مصر الرائد في دعم وتعزيز المشاركة الشبابية والدفع بالشباب بعد تأهيلهم في المناصب القيادية هؤلاء الشباب من 58 دولة من كل قارات العالم أتاحت وزارة الداخلية لهم الفرصة للقيام بجولة داخل الأكاديمية بدأتها بمركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بمركز بحث الشرطة وتعرفوا على مساهماته العلمية والتدريبية في دعم وتدريب الكوادر الأمنية من مختلف الدول وكذا كلية الدراسات العليا وإساماتها الفعالة في تمكين الضباط المصريين والوافدين من استكمال دراستهم العليا شباب بتبقى منباهرة بالزيارة الأكاديمية على ماضي السنوات اللي احنا شدناها قبل كده بيأثر فيهم بشكل كبير أنهما بيلاقوا أن الدرسين في الدراسات العليا من الدول الأفريقية ودول الغربية كتير جدا فدي بيعرفوا قد إن الصرح دوت بيساهم وبيشارك بشكل كبير في المجال الشرطي والقانوني على مستوى العالم كله وشهد الوفد إمكانات المركز المصري لتدريب على عمليات حفظ السلام ودوره في إعداد الكوادر الأمنية المحلية والدولية للمشاركة في بعثات حفظ السلام الأممية الشباب الموجود من الدول الأفريقية بصراحة كانوا متحمسين جدا انبهروا بالإمكانيات الموجودة في أجدام الشرطة الخدمات التي تتقدم للجمهور والشعب المصري والعربي والأفريقي في تواجدهم أثناء تواجدهم داخل مصر انتقل الشباب خلال جولتهم إلى كلية الشرطة حيث شهدوا ما تتمتع به من إمكانات تدريبية وتعليمية تشهد عليها العروض التي قدمها طلبة الكلية للحضور في ميادين التدريب المتطورة داخل الكلية استعرضوا خلالها مهاراتهم القتالية المتنوعة ولياقتهم البدنية وكيفية محاكات المواقف الأمنية وبمهارة كبيرة كذا تدريباتهم في ميادين التدريب الأمني الفني على التخصص الوظيفي تجربة جدا عظيمة من حيث الإدارة المؤسسية التنظيم، قوة العرض اللي شفنا اليوم بدل على شيء مؤسس بدقة حقيقة أنه كان شيء ممتاز ورائع وبمستوى عالي من الاحترافية نتمنى أن تعمل جميع الدول في المنطقة بهاته الميادين حبات كثير التدريبات والتعليمات اللي هم عم يعملوها للشرطة والستراتيجات اللي هم عم يعملوها للتنميم والصدامة فهيدا كثير بحث تلاقيي الستراتيجات هاتة نعمل بلبنان وناخد من تطبيقات مصر ونحطها بلبنان لأن احنا لازم كدول عربية نشد إيدينا على بعض يسعدنا اليوم بزيارة هذا المقر وكل الشكر والتقدير للقائمين على هذه الأكاديمية على حسن الاستقبال وحسن التقديم وشاهد الوفد عروضا متميزة للإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة والمستخدمة في بعض المهام الأمنية الأشياء التي موجودة هنا تعبر عن رؤية قيادة حكيمة واستراتيجية أمنية واضحة يشارك فيها رجال الأمن في مجالات مختلفة منها علمية واجتماعية وثقافية تدريب قوي جداً تالنت جداً مش موجود في حطة غير في مصر يعني حتى على مستوى إفريقية زمائلنا الأفارقة هنا ممنبهرين بالمواضيع دي دور أمني متميز لأكاديمية الشرطة تؤكله الزيارات الدولية المتواصلة لهذا الصرح الذي لا يقتصر دوره على إعداد الكوادر الأمنية على المستوى المحلي بل يمتد ليشمل الكوادر الأمنية على المستويين الإقليمي والدولي وإلى مبادرة حياة كريمة حيث شهدت قرية كفر سعد البلد بمحافظة دميات وصول قافلة طبية شاملة وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل خدمات للمواطنين هذا وقد تمنط القافل عيادات متنقلة بكافة التخصص الطبية ومعملاً وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا فضلاً عن تنفيذ عدد من النادوات التتقيفية فيه إقبال كبير من المواطنيين حضرين القافلة القافلة النهاردة فيها حوالي 12 عيادة للتخصصية كل عيادة موجود فيها الطبيب سواء كان أخصائي أو استشاري كل الخدمات اللي بتتقدم في القافلة بتتقدم بشكل مجاني معانا تخصصات مختلفة معانا بطنة معانا أطفال عزام رمض جلدية أنفو أذن بالإضافة كمان لتنظيم الأسرة موجود معانا فريق طبي على أعلى مستوى هنا جامعة تخصصات خدمة كاملة والعلاج بتصرف بالمجان وكل حاجاتنا تمام ورعاية جميلة نشكر سيادة الرئيس على المبادرة الجميلة دي ومشاء الله الخدمة هنا كويسة جداً والناس متعاونة معانا سواء دكاترة أو تمريد أو أي حد مختص أو مسؤول عن القافلة أطعت دسكرة وروحت كشفت رمض وكتبت العلاج وكشفت بطنة وبعتنا حلل سكر الوقتي وإحنا يعني الجو هادي وحلو وإحنا بنشكر سيادة الرئيس الحمد لله كل حاجة متوفرة هنا وخدت العلاج بتاعه كل حاجة من المجان وأنا في شكر رئيس دكاترة ممتازة جداً كشف تمام والعلاج بنصرف تمام وكل حاجة مية مية بإذن الله أجرى وزير والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمر طلعطي يرافقه محافظة المنوفية جولة موسعة لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظة المنوفية للمزيد من المتابعة تنضم إلينا مرسلة التلفزيون المصري جرمين إبراهيم جرمين بعد التحية أطلعينا على الجديد لديكي نعم بعد التحية نتحدث عن مشروع قطارات مبادرة حياة كريمة والذي يواصل السير في قرى محافظة المنوفية كباقي المحافظات في أنحاء الجمهورية نتحدث عن أكثر من 81 قرية ومركز خلال المرحلة الأولى لتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأكثر من 120 قرية ومركز خلال المرحلة الثانية لتنفيذ هذه المبادرة الرئاسية والتي يتم من خلالها تنفيذ عدد كبير من المشروعات الخدمية والتنموية وفق خطة متكاملة حتى يشعر المواطن بما يتم على أرض الوقع كنا منذ قليل في زيارة لقرية شمة والتابعة لمركز أشمون والتي تم تحولها لقرية نموذجية عن طريق تنفيذ عدد كبير من المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة نتحدث عن تنفيذ مجمع خدمات حكومية ومجمع زراعي أيضا إنشاء مدارس ورفع كفاءة وتطوير المدارس الموجودة بالفعل إلى جانب إنشاء ورفع كفاءة وتطوير مراكز شباب تحدث أيضا عن مد خطوط صرف صحي وغاز طبيعي وأيضا إقامة أسواق حضارية كل هذه المشروعات تتم وتم الانتهاء من جزء كبير جدا من هذه المشروعات اللي يتم تحويل حياة المواطنين في هذه الكرة وأيضا مبادرة الحياة بتولي اهتمام خاص بالمشروعات الخاصة بقطاع الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات كان هناك جولة منذ قليل لتفقد وافتتاح مكاتب خدمات بريدية بعد تطويرها عن طريق زيادة شبابيك تقديم الخدمات في هذه المكاتب وأيضا تقديم كل الخدمات سواء البريدية التقليدية أو الخدمات الرقمية والخدمات أيضا التي تتواجد على منصة مصر الرقمية للمواطنين أيضا كان هناك عملية تحويل كابلات النحاس إلى كابلات الياف ضوائية وهما يزيد سرعة الانترنت المقدم للمواطنين في خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة إلى جانب أيضا العمل على رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي بالمحافظة إلى جانب تنمية القدرات الرقمية لشباب المحافظة وبالحديث عن الشباب نتواجد حاليا في مركز إبداع مصر الرقمي والذي هو في جامعة المنوفية وهو جاء في إطار مبادرة حكومية بيتم تنفذها في ست جماعات حكومية من أجل تقديم كل الدعم للطلاب ورواد الأعمال وأيضا أصحاب المشروعات الصغيرة والمتنهية الصغر ومساعدتهم من أجل تحقيق التحول الرقمية إذن هي مشروعات مستمرة ومتكاملة لتقديم خدمات لأكثر من 60 مليون مواطن في الريف وتحويل حياته لحياة كريمة أعود إليكم مرة أخرى في الستوديو مرسلة التلفزيون المصري جرمين إبراهيم شكرا جزيلا لك ولكل ما أضفت لنا من تفاصيل اجتمع السافير هشام بدر المواصق الوطني رئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مع ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر كريسين أراب وشهد الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي للتعاون الجاري بين المبادرة والهيئة وأوجه التعاون الأخرى التي يمكن إطلاقها وأكد السفير هشام بدر أن المرحلة الثانية من المبادرة تستهدف تشجيع المزيد من الفئات للخروج بحلول نبيئية مبتكرة مشيرا إلى الاهتمام الخاص بتشجيع المزيد من السيدات على المشاركة في العمل المناخي انتخبت مصر بالإجماع من قبل المؤتمر الوزاري الحالي لمنظمة الأمم المتحدة للأغزية والزراعة فاو وذلك لعضوية مجلس المنظمة لمدة ثلاث سنوات قدمة حتى عام 2026 يأتي هذا تقديرا للجهود الدولة في مجال الزراعة والأمن الغزائي وزيادة رقعة استصلاح الأراضي وإدارة المياه وتطبيق أحدث وسائل ري الحديث ويعد مجلس منظمة الفاوى الجهاز الرئاسي الأهم بالمنطقة يضم عدد من الدول ذات الخبرات والتجارب العريقة الناجحة في المجالات كفة ويقوم بالسياغات وإقرار ومتابعة كافة سياسات واستراتيجيات المنظمة بجميع أنحاء العالم ذات الصلة بالأمن الغزائي أعلن المركز الأعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية عن تبني مؤسسة صنع الخير أحد كيانات التحالف الوطني الطالبة ندا عبد الباقي ابنة محافظة بورس عيد الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في التعليم التجاري وكذلك الطالبة سعادة مصطفى الملقبة بزويل الفيومة صاحبت ابتكار ثلاج المتنقلة الموفرة للطاقة وإهدائهما منحا دراسية كاملة طوال فترة دراستهما الجامعية وحتى استكمال دراسة العليا وصولا لدرجة الدكتوراه وأوضح المركز الأعلامي في بيانها أن رعاية الطالبتين تأتي في إطار استراتيجية التحالف الوطني للنهوض بمنظومة التعليم وتشجيع الطلاب على التفوق والابتكار وذلك في إطار مبادرة تكافؤ التي أطلقتها مؤسسة صنع الخير للتنمية لدعم طلاب الجامعات النابغين من غير القادرين وتشجيعهم على استمرار تفوقهم بمنح دراسية تغطي قيمة المصرفات الدراسية لهم ختم النشرة الثالثة ولم يتبقى لنا هو تذكرة بأبرز العناوين رئيس الوزراء يتابع قصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال شهر يونيو الأمم المتحدة تتعهد بمواصلة العمل لتمديد الفقه تصدير الحبوب والأسمدة وزيرة الخزانة الأمريكية تؤكد ضرورة المنافسة النزيهة مع الصين مشاهدين الكرام وصلنا مع حضرتكم لنهاية نشرة الثالثة من التلفزيون المصري شكرا لكم وإلى اللقاء إلى اللقاء